موسيقى اول حد اتفوت مع انه يجي رئيس تحرير كانت الاستاذة اميرة هودي وكان في صدمة ما بين صحفيين ما بين ملاك وفي حالة كده دي صغيرة في السن دي واحدة ست فقلت لهم اولا في السن هيكل وبهاء كانوا اصغر منها لما كانوا مسكين الاهرام واجلا او عاجلا في واحدة ست هتبقى رئيس تحرير في مصر فجايز يعني مهمة ما اتفقتش مع استاذة اميرة يعني الاسباب تانية خالص انما كنت متحمس لها وانا عندي اعتقاد ان المصري كانت هتاخد مصار تاني تماما لو هي كانت جات رئيس تحرير بعد كده جينا كان القرار الصدمة اللي خدته بان الناس هتتعين وحنقدم لهم في النقابة على عكس ما هو سائد فطلبت من السيد رئيس التحرير وانا هتكلم بالاسماء لانه المسائل دلوقتي ما بقتش اه وطلبت منه خمسين اسم اول صحفي اول خمسين يتقايدوا في النقابة وفجئت بان الخمسين كلهم ولاد ولا واحدة خمسين واحد فالمصري في حالات كتير كانت حاجة زي ما لوحد يسكن في شقة على المحارة كده ويشطب ففيه حاجات كتير كانت ايه فيها ارتجال واخطاء كده فقمت راح للمدير المالي قلت له نسبة البنات عندنا هنا كام اول فقال لي تمنتاشر في المية فقمت راجع لانور الهواري قلت له بص يا انور الخمسين دولار انا عايز خمستاشر واحدة فيهم فيا انت اللي هترشح لي لخمستاشر واحدة يا اما حقومش اطب لك خمستاشر واحد ومعين انا فما تخلينيش يعني ايه اا اعمل معك كده وقال لي لا اواصل الرجالة بيتحطوا تحت ضغوط وعليهم اللي مش عارب ايه قلت له ضغوط مش ضغوط حتجب لي يا خمستاشر واحدة انا اللي هحطهم وبدأت فعلا اتحرك حاول يعني ايه قدر من الخمستاشر كفاءة او اكفاء وبعدين بعدها بشوية كنت من الحاجات اللي دخلتها حتة كشف الانتاج اللي بنقدر نشوف انتاجية الناس فلما اتعمل كشف الانتاج بعد مقاومة عنيفة حصلت لله طلعت فتحية دخاخني زملتي اعلى انتاجية 22000 كلمة وفي زمايل لها من اللي هم عليهم العبء والمشعار اللي كنا هندخلهم نقاب بيديه 3-4000 كلمة ودي فجأت فات الوقت فتحية اتجوزت وبعدين جات اخدت اجازة او ما اخدتش اجازة وضع انا فاكر كويس فتحية اليوم اللي ولدت فيه الصبح سلمت موضوع ماشي وبالليل قاله فتحية اتنقلت على المستشفى والوضع وبعدين شوية كده وبسيت لقيت فتحية في الجورنال لا يعني فات مثلا شهر او فجأست الوضع اعتقد شهرين او ثلاثة فانا فجأت بعد شهر فتحية في الجورنال فانا ما بتفوتش عليها الحاجات دي فقلت لهم ان ده هو فتحية ايه فتحية اطعتي اجازة الوضع ليه قالتلي اصلا قالولي يا ترجعي تاني يا تسلمي مصادرك كويس فالبنت خايفة على مصادرها برضو كصحفية ولسه او لسه جديدة وكده فهنا تحطمت امامي اسطورة الحمل ما فرقتش معها يعني اتمنى واعتقد يعني ما عرفت بيها الشخصية انها ما اهملتش مع اولادها ولكن اه شفتها بال فافتكرت القصة دي طبعا حكم عنوان الجلسة اللي كان ما افروض اديرها وقلت طيب ايه اخبار المصري فقمت النهاردة الصبح ومسكت الترويسة وبصيت فيها الترويسة كلها رجالة اه مفيش يعني ايه طيب انا لو راجل بس بحل بضعتي وعندي اسم زي كريمة كمال في الجورنال ده لو ملهاش اي مسئولية اده احط الاسم ده يعني ايه اه اه ياه حاجة حاجة نعملها للجورنال مش لها فالحقيقة انا معتبر ده واحدة من اكبر اخفاقاتي لمهنية يعني اه في النهاية ايا كان كان موقفي في النهاية المسئولية لما بتفوض يعني الواحد ما بياخدش اعفة من مسئوليته ف يعني انا ما كنتش ببص في الترويسة النهاردة من باب الفضول لما افتكرت كل الكلام ده قمت بصس كده فحسيت ان ده واحدة من اكبر اخفاقاتي وان دي هتبقى يعني مستقبلا ان كان لنا عمر مهني واحدة من الحاجات اللي لازم تتاخد بشكل اهم بكتير لانه في النهاية انا متأكد ان ده بعيدا عن التمييز مش التمييز انه اثر على الجورنال ده وان الجورنال ده كان بقى افضل بكتير لو ما كانتش في الحالة دي شكرا هي طبعا انا كان عندي مشكلة في حتة ان الصحفي اختص بمصادر دي مهنيا ما غلط اه انما في النهاية اسقط فيها دي يعني يعني اللي هقول لها ايه زهلت وهي فعلا يوم ما راحت المستشفى ولدت كانت مسلمة موضوع يعني مش جات قبلها وقامت واخد اجازة او كده وقامت قطع الاجازة بتاعتها ورجعت رأسها براس الرجالة بالفعال tänس فعلا اموّ اشتركوا في القناة